يتوصل لليوم الثاني على التوالي لانقطاع الكامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت وسط وجنوب قطاع غزة وعلى أجزاء متفرقة من مدينة غزة بسبب العدوان الإسرائيلي وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي مقتضب أنها فقدت الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة وبتواقمها العاملة هناك كافة في ظل قطع الاحتلال الإسرائيلي لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل للمرة الخامسة منذ بداية العدوان